بصراحة كانت مفجأة كبيرة بالنسبة لنا ولسي من الناس ديال الشمال للمنطقة ديال طنجرة تدوى الحسيمة لكنا تنأملوا على أنه عادي تحل البواخر وتبدأ ترجع المياه إلى مجاريها لأن البواخر بالنسبة لهذه المنطقة عندهم أهمية خاصة مثل الطيران بالنسبة لجنوب المملكة ولهذا كنا تفجعنا وهذا القرار بطبيعة الحال نحن متضرنا ولكن الله غالب الدولة عرفة اشتدير وهذا الجائحة غعمت للعالم كله نحن كنا في الأسبوع الماضي كنا شخصيا كنا نتلح الأخوان ديال المياه وخمستاش الوكالة ديال الجيها تجلي تيغفر لوبتميزم تقول لهم كنا نكونوا بوزيتيف راي إن شاء الله ما بقى شي من هنا لفن ديالاني راحنا عادي تنجعو نبدأ نخدم بشوية بشوية إلى أنهم مع الأسف اللي قال هذك كنا في تلاجة بودخنا للكونجيلات دور وطلبوا الله أن المستقبل اللي يكون ويكون هاتشيح صغفيف إن شاء الله ودوز هات الأسبوعين وإن شاء الله نعود نسترجعو القوة ديالنا الكاملة إن شاء الله السؤال اللي كي طرحوا المهنيين ما مدا هات الإجراءات اللي دارت قبل علاش تداروا هات الإجراءات وما فاهمينش وتانيا ما بقتش عندهم رؤية نهائيا اللي دابا كين واحد الإحباط اللي ما باش نكونوا واضحين كين إحباط عن جميع المهنيين وكيتسنوا واحد الدعم مباشر المؤسسات الفندقية إحنا أخيرا سيدة لوزيرة صرحات لأنه غادي يكون واحد دعم للمحافظة الشغيلة في القطاع واللي هو شيء اللي إحنا نخارطنا فيه من الشهور الأولى ديال الجائحة دابا وخا نحافظو على الخدامة يبقوا في القطاع لأن غيسك ديال لوتي اللي غادي خدموا في هذا الخدامة إلا فاديس بغيتخ دونك وخا يكون هاد القطاع يبقى الخدام ما غا يبقله فين يخدم نخصنا تنتظروا مجهود من الحكومة باش دير دعم مباشر لفائدات المؤسسات كما هو نصالي لعقد البرنامج لتسنف 2020 وليما زل كانت سنو تفعل ديالو ملادات المنزل لفائدات المنزل nous a causé beaucoup de mal malheureusement les agents de voyage a souffert depuis exactement deux ans et puis nous avons travaillé quand même mais malheureusement maintenant c'est vraiment la cata vraiment la cata parce que nous étions dans une très bonne route pour essayer d'améliorer le travail mais aujourd'hui vous savez quand on ferme une frontière كيف يجب أن يكون ان نظيفاً في بحقن يومن تكون الإسلامة اليوم نحن يجب أن يجب أن يجب أن نتعلم ومن ثم من الألعاب إلى أ комментهر 然後 يجب أن ينبغي هكذا يجب أن يجب أن يجب أن يتمونا نعمقه من هذه الجمعة من تميلا نهائية المقابل خلق حكي لشخيل ما اليوم هو أن تقوم الأبطيق بحديث من يجب أن أجتهيه مناسب الهجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن نعمقه لنظامهم على علمه لو نحن هذه النقطة لأنني لا يوجدون إذن الله ويجب أن يجب أن نحاول نحاولك فلáficة لشخص للشخص للمشاهدة على المشاهدة للمشاهدة مجموعة من السياح خصوصا الظروف اللي احنا يشوها منذ مارس 2019 وإغلاق الحدود من جهة أخرى احنا يلسنا ضد هذا القرار ولكن كان بالأحرى نفضل قرار تشديد وإجراءات المستوى المطارات عدد إغلاق التام لأننا كلفنا واحدة الفاتورة غالية جدا خصوصا ما يفق عشرين شهر ونحن متوقفين عن العمل الدعم الذي كنا نحصل عليه في إطار توقف العمل هو متوقف زعم الله غالب وصفير ترجمة نانسي قنقر